هلا وحوايب الغالي شلونكم وشي اخباركم ان شاء الله بخير وصحة وسلامة اليوم احنا بعد انقطاع فويل على اليوتيوب راجعي لكم ان شاء الله بقوة ويايا ابراهيم ابراهيم كان ويايا بوكرانيا السلام عليكم وبعلينا بايطاليا هسه هو واني بالمانيا التقينا بعد الحرب اللي فرقتنا راح نروح هسه فاجه الباصمارتنا يلا خليكم ويانا ابراهيم بعد التغيير اللي صار يعني قبل طلعنه بليلو يوم منه اوكرانيا شان شفتوا الظروف والله ببلاه كانت صعوبات صعوبة بلد جديد ناس جديد ووضعيات العيش تجي مباشرة مباشرة وصلنا هسه محطة القطار الرئيسية للمدينة اللي انا عايش بيها هكذا ما شوفون هاي مقابلكم المحطة راح نروح بعدين اول شي عندي شغلة بالبوست وبعد ما اكملها نرجع نسافر اليوم الى مدينة ديسلدورف اخذ ابراهيم ديسلدورف راح نصور شاء الله تحلوة هناك خلوكم ميانا يلا هذا مثل ما شوفون البوست منها هاي مالي دي اج ايل راح نستلم منها طبعا اللي لاحظت هنا بالمانيا الارسال الداخلي مالهم كل دي اجيل يعني هو مو بس للارسال الخارج لا حتى الداخلي باوكرانيا كان عدنا دي اجيل بس يعتبر للخارج وعدنا شغلة يسموها اللي هي البوست الجديد اللي كانوا دابعين ايام اوكراني يعرفون هذا الشيء دي اجيل موجود في المكان هو ارسال داخلي و ارسال خارجي بنفس الوقت دكتر حبيبي جعنة شين الوضع؟ جعنة راح اضعمك فلافل فلافل؟ عراقية احنا نعطيك لايك على هذا الموضوع الفلافل شي قوي جدا والله والله هنا عدنا فلافل عراقية يعني شي رهيب شباو هذا مطعم رفولة و احب المطعم اسمها بنته بنته اسمها رفولة و احبت بنته اسمها و احبت بنته اثنين فلافل من ذنيا زينات و شباو أمر و هناك ميكي يا أبو يا احبت بشي هذا اعجبني ان اطبال المطبخ مباشرة هذا نانا اشتهر على التيك توك حبيبي جينا ناكل من عنده فلافر وشاورهم بس خلينا اطلع الان ركرة على السركلة ايقص اكبر اهلا من القبر ايقص طبعا بابا هنا اشهدهم عمي باور 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 الصمون باور الصمون اللي سوف يجينا خلاف بالعافية عمبط في انتظار القطار الى دوسلدور ان شاء الله خلقا الى مدينة دوسلدور واخيرا صعدنا الى الغطار ومتوجهين الحلوة بالقطار هنا تكون الجامعة عريضة تستمتع بمناظر الطبيعية هذا هو الفلافل هذه مصورة الفلافل فريحتي كلها صارت فلافل فالعطر راح شوط هباء منثورة بدير بالكم طب رايم يقول لي بيك ريحة فلافل هذا اللي سوية الخاصة اللي سوية وصلنا دسلدور بس احنا في المحطة مع القطار ورايح منطلقين الى سنتر مال مدينة أكثر شيء آني لما اجهت هنا أجهت بشيء جيد بصدق اكو عراقيين يعني صدق والله مسوين في هذه الأشياء حلوة وهذا كل شيء كان لي بوزيتف انه انطلق من جديد نشوف هذا المسلاء هذا اكبر صالون في مدينة دسلدور هذا الصالون صاحبه عراقي والكادر عراقيين حسنا وين باقي مأكو الحل اليوم؟ اليوم كمي المأيام؟ اليوم كمي المأيام؟ ويحتي؟ يوم خميس كيف حميس يوم تراته ثلاثه عفوا عساس انت تدحكت على المباية أنا مركزي بشغل دكتور مركز بالتصوير مركز بالتصوير شوفوا الاتصال ها هي عمي هذا الوردة رواني هذا حمو واحد همين من الشواب اللي موجودين هنا تعقلنا سلم عليه سلم أحد المبدعين أبو الصلاة لا موجود رقبة ولكن شابا شوفوا ولكن كلها روحوا صوير لا تقوموا بها عند حد وصلنا الاشتاة يسمونه مركز المدينة هنا يسمونه شتاة وصلنا الاشتاة مركز المدينة بالالمانية يسمونه الاشتاة ديسلدورف مثل ما شوفكم هذا مركز المدينة يكون مقابلكم طبعا هذا الشارع خاصة في أيام العطلة ستجدون أكثر سيارة طاقة على وجهة الأرض تجدونها طاقة يعني أكثر سيارة فخمة تجدونها موجودة في هذا الشارع المرات يستعرضون وبنفس الوقت المركات العالمية كلها موجودة بهذا المكان نحن نشتري ستاند الكاميرا التي ماسكها هذه الساعة لأصور بها وبنفس الوقت نأخذ ميموري كارد لأنباتشر لدينا السفرة نحن نذهب نحن نذهب نحن نذهب نحن نذهب نحن نذهب هذا طريق الدراجات الهوائية وهنا طريق المشات فإذا تمسوا هنا على أي لحظة تأتي دراجة الهوائية فأنتبهوا هذا الشغل وشوفوا المكان يجب أن تكون جميل بيسلدورف هذا المكان مشهور جميل نحن نحن نشاهد نحن نحن نشتري ستاند الكاميرا وميموري لأنباتشر لدينا سفرة سوف أتذكر فيديوهات في اولندا ستكون فيديوهات جميلة جميلة بنفس الوقت أراهيم بما أنه تحب القراءة ماذا يبقى على الناس الذين تقرأ هنا ماذا تجدت ماذا تجدت ترسم 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 ماذا نطبعك عن درسلدورف والسنتر بالبداية؟ هناك هدوء هذا الذي يريح القلب هذا موزود الصراحة لاحظته وشغلة ثانية هنا الناس جدا جدا تباع عليهم لا يوجد شخص من زعج مبتسمين ضحكين باحتين عن الفرحة تهمتني؟ مبراهيم ترسم هذه المدينة جماعة هاي كلاس أوه ترسم ما هي جماعة هاي كلاس يعني الناس الطبقوق متنبؤوا هاي السيارة شوفوا هاي السيارات والطبعا هاي السيارات بورش غيرها غيرها هاي السيارات هاي السيارات المدينة اللي أحلى بعد وأكثر تستمتع بها هاي كولند كولند مدينة ليل نهار والله العالم حتى اللي بيها الموجودين يعني هم جايين هناك خلاص انت رايح لكولند انت رايح تفرح إن شاء الله نروح لكولند نسوينا فيديو إن شاء الله إذا لحقت بها نسوي وياك وإذا لم لاحقنا لأننا نحن إلى هولندا فعلى المرة الجاية إن شاء الله هنا في ديسولدور ممكن أن تصور تمام؟ ممكن يجيو أحد يقول لك لا تصورني لأن تعرف هناك أغنية لا تصورني هناك أغنية لا يحبون التصوير لذلك ممكن يقول لك لا تصورني ديروك صارت بي أكثر من حالة أما في كولند لا تصور ولا أحد يقول لك ما أفعل جاية تتوين هل يخافون من الأغتيال قصدك؟ لا لا يخافون من الأغتيال وإنما هو لا يحب يظهر على الكاميرات أو ممكن يكون هو جايب شغلة خاصة تواضع وواحد يشوفه بالسوشال ميديا ما أعرف عندهم فتشي أو ما هاي تواضع هكو ناس متحب تظهر أي هاي الأشياء لا يحب يظهر لأمام الكاميرا لو أكبرتك هكذا الممكن كيف اندت تخاف؟ لماذا يخاف؟ حين الجمال، من المسائف؟ بلله يبع له جوه جوه يبعه من واقع يالله ايه اللعظيم صحيح لاحظ عزيز المشاهد لاحظ عزيز المشاهد اشأل أنا أسفظ العزيز؟ هذا هو العزيز ولكنه يجب وقتحففه ممكن هذا بعد سنتين تلاتيق لك تم استخراج البايسيكل وتعرضوه في المزاد سعره 60 مليون يورو 60 مليون يورو طبعا هنا دائما الناس تجي الصور يعني شوفونا بهذا الموقع وهذا الموقع خلينا نروح نكمل وياكم هاي يسا هنا هذا الساترون راح ندخل هذا المجمع ونصعد ندخل هذا المجمع نظر ما شوفونه نصعد الى الطابق الثاني على مهود ناخذ تكميلة العدم هانو الكاميرا هذا شوفوه هذا الساترون ثلاث طوابق تقريبا هو ما اخذ هذا لأنه سيارة الطابق الثانيه طوابق الأول هل تعرفs إيطاليا؟ طوابق بإطالي ما سوكم بإطالي عرفتنا على إطالي какой للغوitud أراهيم فقط شاهدت أحد يحكي إيطالي ويتشلب مباشرة يذكرني أن أرى أحد يحكي روسي ويهم أنه قبل أظل أبدأ أحكي كأنه بالغروة يجي ونشتاق للموضوع وصلنا الآن فنرى عدد الكاميرات مع الـ Go Pro وين راح نلقيها وندورها هنا دعنا نرى هناك الكثير من الأشياء ولكن دعنا نرى القسم الموجود به العدد الكاميرات والجوبرو والكاميرات وهذه الأشياء الثانية كلها إبراهيم ماوس نختاره؟ جيدا لا أستطيع أن أصحك سأجب للمبس وهذا الموز الموجود هذا جيدا لا أريد جيدا لأنه يكون جيدا لأنه يكون جيدا لقد أختيارنا على هذا الموز مايكروسوفت فهذا نرى هذا مرتب جيدا هناك كل معدات جوبرو والأسعار الآن أخذت هذا كما ترى كما ترى أول ما أرى هذا الستاند بـ 46 يورو بـ 64 يورو بس هذا أفضل وأحسن حتى كاحترافية أدخر يكون تقريباً كل أشياء كاميرات جوبرو موجودة وأسعارها تفاصيلها هاي الأمور كل موجودة بطاريات موجودة كل شيء موجود والماوس وقع اختيارنا على هذا مايكروسوفت نفتح الموز هل يوجد بطاريات داخل أم لا يوجد حتى لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد فقط هل يوجد هل يوجد أم لا يوجد موجود لا يحتاج نشتري جئنا هسا هنا طبعاً دوسلدورف تشتهرب هذه البنايات العالية الموجودة الخلوة المرتبة هذا نفس الشارع كنا شارع الملوك الذي قدام و الذي قدام الذي قدام له عادل وترجعون رجوع فهذا الشارع وهذه البنايات جميلة وهنا هنا صفحة الزاوية أمين ما أبل الشركة الرئيسية ما إبراهيم سأريدك على مكان مال قهوة ولكن يحبون وصلت إلى هذا المكان الحلو كما ترى هنا ونقعد هنا ونقعد هنا هذا إسبريسو مثل ما تشوفون هنا القهوة ليس جميلة ونقعدة نفس الوقت سأرى الجزائن الداخلي والمحل كيف يحدث مثل نرى القهوة هنا 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 ونقعد هنا وأنواع الكوفي نقعد 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 هنا لا نقعد هنا لكن المشكلة صحيح؟ هنا هنا أين؟ أين؟ أين هنا؟ لا يوجد شمس؟ أعجبك المكان؟ المكان قوي لا يوجد شيء المكان قوي جدا قوي ليس مجامل هذا خضار البحيرة جيد هذا التصوير بعد ما خلينا الاستان صارت الشرطة كراتية فهذا التصوير فننطي الكاميرا الذي يسمى يشوف في الوقت بسبب نحن بالكاميرا جديدة وهذا المنظر وهذا الاستان الجديد البطاري جيد لكن البطاري لا يوجد المنظر 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 تحياتي الآن سأصعدك قطار معلق همينا بعد شرط نحن في مطار ديسلدورف طبعا نحن في مطار ديسلدورف وعندما كانت وعندما نخرج سأخرج جبتك الآن كم المطار كم المنظر سأقوم بك سأقوم بك القطار المعلق القطار السمائي لا أعلم ترجمة حرفية قطار السمائي المعلق يلا على القطار المعلق المهم هسا رايحين المطار إذا تريد تروح انت على محطة القطار الرئيسية لازم تسعد في القطار المعلق وهذا القطار المعلق الموجود في مطار ديسلدورف ومن محطة القطار الرئيسية تنطلب على المحطات الثانية أهلا وسهلا بكم في مطار ديسلدورف كامل نجال بالداخل ومن محطة نجال كامل من محطة راح دا بمشكلت محطة ما يفlooking خطار المعلم اشتركوا في القطار يكون معلق أزمامها بسكة يكون سكة مالكة السكة مالكة معلق بعد ما طلعنا متوجهين إلى القطار الآن من المطار سنصعد القطار ممكن ماذا تريدون؟ هذا القطار نعم نحن نعمل ماذا تريدون؟ نحن نرفع القطار المهم شباب إن شاء الله عجبكم الفيديو رح نصعد القطار الأخير حقونا لايك واشتراك ونشرون الفيديو بمكان رح يكون عندنا فيديوهات إن شاء الله دائما نستمر معكم بالقناة وراح تكون فد أشياء كلش حلوة بعد ما أنا تعرفت على ألمانيا بشكل صحيح متابعين القديم كتبوا لي متابعين جدد أهل وسهل بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته